السلام بنات كديرين لبس عليكم اليوم نقدم لكم هذا الفلن أعطيتكم هنا ديكورات كيفاش تديكوري ونسايب معكم اللي نسايب أنا نوريكم كيفاش سايبتو وهذا عير اكزامبل المقادير نكتبهم لكم هنا الكراميل خاصه يكون شوية فونسي أنا راني يدرتو شوية الحليب فلن كاراميل اللوز القيشة التارية والحليب مو يمكن شو نكتبو لكم نديرو كل شي في الخلط الخلط الكهربائي اي خلط عندكم مشي مشكلة غادي نتخلطو كل شي في خطرة واحدة تحنوه مزيان ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نديرو ليه إلا لاحظتو انا هنا درت الكوك ولكن هو ما فيش الكوك ولكن اللي بغى اللي بغى يديرو يعود الحليب بودرة بالكوك يعودو حيث انا ما كانش عدي الحليب بودرة فعودتو بالكوك ولكن في الاصل غادي نعديكم مقادر مضبوطة سافي عدي نخلطوهم زيان حتى يتخلط لينا بغايتو يبقى اللوز شوية خلي و بغايتو اللوز ما يبانش ما يبانش سافي عدي نجيبو المول ديانا اي مول لعندكم كيل الساقش يكون نوعي يزيز تكون زمينا من لان احسن سافي غادي نكوب هدك الكراميل هو الهول كيما كتليكم الكراميل زيدو طيبوه مزيان تيو اللي فونسي فونسي لاني ما جانيش فونسي هنا الخالط هاو تخلط مزيان كيما كتشوفو سافي دابا غادي نحولو الوحد كاميلا غادي نطيبوه على عافية مهيلا غادي بتقو تحركو فيه حتى يولي الخالط تقيل او بدكي تقيل غادي نوريكم كيفاش كيولي فالاخر سافي كات كتبقو تحركو فيه بش ما يتحركش حتى كيولي هاكا شوية تقيل هاكا سافي غادي نفرغو في الطاول اللي راكي يعني نوجد وغا نخليو يبرد هنايا في الكوزينة نورمال ومن بعد نديرو في تلاجة يبات او لستة صباح يعني لو جوته الصبح يكون واجد العشية سافي هنايا جبت درت الشوكولة شوكولة ومع شوية الكراميل هنا الديكور كيبقى اختيار ديالكم ديرو اللي بغيتو كديروك تقدروا تدخلوا الفروي هنايا خصوصا الى دخلتو الشي فروي بشي لونة كيكونوا باين زوين فانا يا خدمت عب اللي عندي وانتم مديرو اللي اجيوكم لكي مواسع الناظر وانا را عطيتكم الاكزامبل في اللول ديالفيديو عطيتكم كيفاش تقدروا تديكوريو انا نحطو لكم مازال في اخر الفيديو او تاني بش تشوفو بش نعطيكم كيفاش افكار كيجي اكتر من رائع ما ضاقا وشكلا وشي حاجة زوينة وهموية وتقدروا تديوها ميم عند شي واحد اعرض عليكم هاكا و لا تاكلوه انتمو بليداتكم بس حور راحة كيجي ارائع مع السلامة بنات انا نخلي لكم قاعدة تساورات بش تشوفو الديكور لقاكم في فيديو اخر ان شاء الله